بعد أكثر من سبعة أشهر مضت على أعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات انعقدت الجلسة الأولى لعضاء مجلس محافظة كاركوك بحضور جميع العضاء بعد تباحثات عدة جاءت اللحظة الحاسمة التي انتظرها الكاركوكيون إن شاء الله ستكون بادرة خير وتكون خطوة الأولى لتشكيل حكومة المحلية في كاركوك كما وصفته هو خطوة أولى إن شاء الله سوف يلي خطوة تالية في السابع القادم أعضاء المجلس متفائلون لأنها المرة الأولى التي يتفق الجميع على عقد الجلسة وأكدوا أنها ستكون المفتاح لحل جميع المشاكل والخلافات تفاؤل لم يدم طويلاً لأن الجلسة لم تعقد لعدم اكتمال النصاب كر وفر بين العضاء دام لأكثر من خمس ساعات نحن ككتلة عربية إن شاء الله عازمون على الدخول في هذه الجلسة تلبية لمبادرة السيد رئيس الوزراء وهذه الجلسة سوف تكون افتتاحية بعد ذلك ستكون هناك جدية واضحة بين المكونات الفائزة لاتخاذ القرار الحقيقي للوصول إلى التوافق السياسي بين هذه المكونات وبعد تشهورات عديدة اتفق الجميع على عقد الجلسة التي ترأسها أكبر العضاء سنًا ليعلن عن أن عقاد الجلسة رسمياً وإبقائها مفتوحة لحين التوصل إلى الاتفاق النهائي اتفقنا على صيغة موحدة بين كل الكتل السياسية وأكبر العضاء سنًا ترأس الجلسة واتفقنا على أنه خلال مدة شهر سوف يتم اختيار المحافظ ورئيس المجلس في ختام الجلسة زار نائب رئيس البرلمان العراقي الدكتور شاخوان عبد الله برفقة نائبين آخرين أعضاء المجلس وهنأهم على هذه الخطوة العظيمة حسب وصفه هذا الجلسة كانت مهمة وأكيد اللي انتظرها أهالي كاركوك هو استحقاقات مع بعض الانتخابات هو تشكيل حكومة محلية يمثل جميع الطلاف محافظة كاركوك بالتأكيد هاي بداية الخير وبادرة الخير وسيكون هناك اجتماعات لمسل المحافظة من أجل تشكيل حكومة محلية جلسة كاد لا يكتب لها انتعقد ولكن بعد ساعات من الانتظار والتشاور عقدت الجلسة ولتبدأ المرحلة الأولى للدور الرقابي للمجلسي من أجل خدمة المواطنين جيار سعيد زاقروس تي بي كاركوك